أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد عندنا مجموعة من الأخبار لكن طبعا الخبر الأبرز الأهلي في مواجهة الدحيل في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية بالمناسبة جدول المباريات الساعة 4 يوم 4 فبراير هتكون قولة المباريات بين تايجارز المكسيكي مع أولسن هونداي القوري على ملعب أحمد بن علي بعدها مباشرة الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة أنا أقول لكم موعد المباريات بتوقيت القاهرة 7.30 الدحيل هلعب مع الأهلي على ملعب المدينة التعليمية طيب الخاسر ما بين تايجارز وأولسن هونداي القوري مع الأهلي والدحيل هيلعب يوم 7 فبراير الساعة 5 على ملعب أحمد بن علي ولكن المتأهل من مباراة تايجارز وأولسن قوري هيلعب مع بالمراس أوسنتوس يوم 7.02 في لقاء نصف النهائي الساعة 8 مساء على ملعب المدينة التعليمية والفائز ما بين الدحيل والأهلي هيلعب يوم 8 فبراير مع بايرن ميونيخ الساعة 5 مساء على ملعب أحمد بن علي ثم مباراة مركز الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 11 فبراير مباراةين على التوالي تحديد المركز الثالث والرابع الساعة 6 والمباراة النهائية الساعة 9 على ملعب المدينة التعليمية طبعا القورة النهاردة كان بتجرى من خلال نائب مدير المسابقات في الاتحاد الدولي خيمي يارزا وكان بتقدمها جازكا لابرس وطبعا شارك فيه سحب مراسم القرع حارس مارما منتخب سويسرا السابق ديجو بنجليو طبعا حارس مارما كبير في منتخب سويسرا خلال السنوات السابقة الأهلي النهاردة بيعود للمشاركة في كاس العالم للأندية بعد غياب سنة 7 سنوات طبعا آخر مشاركة كانت فيه 2013 المطلع اللي قيمت فيه المغرب تحديدا فيه مدينتي مراقش وأغادير الأهلي شارك في كاس العالم طبعا دي للمرة الستة لاب قبل كده خمس سمرات أقصر الفرق المشاركة من القرى الإفريقية الأهلي تأهل لهذه البطولة بعد الفوز على نادي الزمالك في النهائي الشهير بهدفين مقابل هدف بيعد طبعا النادي الأهلي هو ثاني أكبر الأندية مشاركة في كاس العالم الأندية بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي اللي انسحب النهاردة أو انسحب من هذه البطولة أكبر إنجاز حقا الأهلي كانت المديلية البرونزية عام 2006 على حساب كلوب أمريكا بطل المكسيك إن شاء الله تكون مشاركة طيبة وجيدة وقلت وأكد أولى المباريات مع الدحيل القطري نخلص مشوار أو مباراة مباراة ونبدأ نركز فيه باقي المشوار وباقي المباريات عايف الناس كلها عندها اهتمام كبير جدا تشوف الأهلي في المنديال في كاس العالم بطل إفريقيا نادي القرن أكيد هشرف الكرة المصرية بإذن الله في هذه البطولة الكبيرة